موسيقى وصل اليوم موجه للسنة الثالثة ثانوية جميع الشعب والمتمثل في منهجية المقال أي طرح الإشكالية نعالج اليوم المقدمة فقط أي كيف نحول مقدمة جدلية إلى مقدمة استقصاء بالوضع طرح الإشكالية أو المقدمة سغة السؤال أولا الجدلية يتناول هذا المقال قضية تتكون من موقفين متناقضين يسعى كل منهما إلى إثبات نفسه عن طريق إلغاء الموقف الآخر وسغة السؤال في المقالة الجدلية يكون بهل الملاحظة الأولى الأسئلة التي توحي بالجدل ليس شرطا أن تستهل بهل مثلا هل يمكن التمييز بين المشكلة والإشكالية هنا المقال مقارنة وبدأ بهل وقد يأتي بعبارة مثلا إذا كنت أمام موقفين متعارضين أحدهما يقول والأخر أما إذا بدأ بمقولة فلسفية فيطلب منا بصغة حل الوناقش أو ما رأيه الملاحظة الثانية قد يكون السؤال أحاديا مثلا هل أصل المفاهيم الرياضية العقل معناه السؤال فيه جزء خاص برأي واحد وقد يكون السؤال ثنائيا مثلا هل أصل المفاهيم الرياضية العقل أم التجربة الحسية معناها السؤال فيه جزءين خاص بالرأي الأول والثاني الآن بالنسبة لاستقصاء بالوضع نعتمد هذه الطريقة عندما يطلب من الدفاع عن أطروح رأي ما وإثبات صدقه كأن يكون رأي فيلسوف أو نظرية فلسفية سيغة السؤال دائما تبدأ بأثبت ولا بين صحة هذه الأطروحة أم دافع عن هذه الأطروحة أم برهن عن هذه الأطروحة مثال دافع عن صحة الأطروحة القائلة أصل المفاهيم الرياضية العقل ملاحظة دائما في الاستقصاء بالوضع ندافع عن موقف واحد فقط معناها السؤال يكون سؤالا أحاديا لا يوجد فيها السؤال ثنائي ثانيا المنهجية الخاصة بالجدالية والمنهجية الخاصة بالاستقصاء بالوضع منهجية الجدالية واحد تمهيد عام التمهيد العام معناه هو الانتقال من الكل إلى الجزء والجزء هنا نقصد به المصطلحات ثانيا تعريف المصطلحات وهي الخاصة بالأجزاء معناها قد يكون في بعض المقدمات مصطلح واحد وقد يكون أكثر من مصطلح معناها قد يكون جزء أو أكثر من جزء ثالثا العناد الفلسفي معناها الصراع والاختلاف بين الفلسفة نحدد هذا الصراع والاختلاف بين الفلسفة رابعا طرح المشكلة يطرح بالصيغة الاستفهامية التي تنتهي بعلمة استفهام ويبدأ دائما بهل مثلا هل أصل المفاهيم الرياضية العقل أم التجربة الحسية؟ في هذه الحالة هذا السؤال هو سؤال ثنائي والمتمثل الصراع الآن بين العقل والتجربة الحسية الاستقصاء بالوضع واحد التمهيد العام هو الانتقال من الكل إلى الجزء معناها نفس التمهيد العام المأخوذ من الجدالية نأخوذه إلى الاستقصاء بالوضع اثنين تعريف المصطلحات وهو الخاص كذلك بالأجزاء معناها نفس تعريف المصطلحات الخاصة بالجدالية نأخوذه إلى الاستقصاء بالوضع الاختلاف يظهر في الخطوة الثالثة والمتمثل في الفكرة الشائعة معناه نقيض الموضوع ويكون بعبارة التشكيك واللا مصداقية وهشاشة التصور وتكون بسياغة شاعة سادة يتزعم يتوهم مما هو رائج رابعا نقيضها وهو الموضوع في حذ ذاته معناها السؤال المطروح وفي الآخر طرح المشكلة التأكيد على عملية الدفاع في طرح السؤال مثل دافع عن صحة الأطروح القائلة أصل المفاهيم الرياضية العقل هنا الفكرة الشائعة تكون التجربة الحسية عكس الموضوع نقيضها وهو الموضوع في حذ ذاته والمتمثلة في العقل ثالثا المرحلة التحليلية الآن كيف نحول من المقدمة الجدالية إلى مقدمة استقصاء بالبعض نبدأ أولا بالجدالية الجدالية نص السؤال هل أصل المفاهيم الرياضية العقل أم التجربة الحسية؟ هذه هي خطوات المقدمة كما درسناها سابقا الآن استقصاء بالوضع نص السؤال دافع عن صحة الأطروح القائلة أصل المفاهيم الرياضية العقل وهذه هي خطوات منهجية المقدمة في الاستقصاء بالوضع الآن نعود إلى الجدالية في التمهيد العام وقلنا هو الانتقال من الكل إلى الجزء هنا إذا كان الإنسان يتفق عن بقية الكائنات الأخرى بالعقل معناها الإنسان يتفق عن الكائنات الأخرى بملكة العقل معناها عن طريقها يستطيع الإنسان التفكير والتفكير أنواع هنا الكل هو التفكير وأنواع التفكير هي الأجزاء تفكير فلسفي وتفكير علمي وتفكير رياضي هدفنا الآن هو التفكير الرياضي وهو موضوع تاني وموضوعه الرياضية الآن نعرف هذا المصطلح ثانيا تعريف المصطلحات والمتمثلة في الرياض الرياضيات هي علم الكم القابل للقياس بنوعيه الكم المتصل والكم المنفصل العناد الفلسف دائما في أغلب المقالات نكتب هذه العبارة هذا ما أدى إلى وجود صراع واختلاف بين الفلاسفة حول أصل المفاهيم الرياضية فمنهم من يعتقد أن من المستحسن دائما أن نبدأ دائما ببداية سؤال المطرح أن المفاهيم الرياضية فطرية وبالتالي فهي من ابتكار العقم والبعض الآخر معناها الجزء الثاني فيرى أن المفاهيم الرياضية مكتسبة من العالم الخارجي عن طريق الملاحظة الحسية لذلك فهي في نشأتها تعود إلى التجربة ما معناها؟ معناها في هذه المكتوبة باللون الأزرق نستطيع أن نوظفها في أي مقال ثم نطرح السؤال في التالي لهذا نتساءل هل المفاهيم الرياضية أصلها عقلي أم حسي أو بعبارة أخرى هل المفاهيم الرياضية فطرية أم مكتسبة في طرح السؤال نستطيع أن نطرح سؤالا واحد أو نستطيع أن نطرح عدة أسئلة في طرح المشكلة الاستقصاء بالول نأخذ نفس التمهيد العام الخاص بالجدالية ونضعه في الاستقصاء بالوضع نفس المأخذ في الجدالية تعريف المصطلحات نفس المأخذ في الجدالية نأخذه إلى الاستقصاء بالوضع أين الاختلاف؟ الاختلاف في الفكرة الشائعة يقول أنها عكس الموضوع لكن نص السؤال هنا يقول دفاع عن العقل معناها العكس انتاعه هو التجربة الحسية ولقد كانت الفكرة الشائعة لدى الفلاس فأن المفاهيم الرياضية مكتسبة من العالم الخارج عن طريق الملاحظة الحسية أو التجربة لذلك فهي في نشأتها تعود إلى التجربة ناقضه معناها الموضوع المراد دراسته الموضوع المراد دراسته ولكن بالمقابل ظهرت فكرة أخرى تناقضها وتتمثل في أن المفاهيم الرياضية فطرية وبالتالي فهي من ابتكار العقل نص السؤال فإذا كان هذا الرأي يبدو سليما فكيف يمكن الدفاع عن هذه الأطروحة وتبريرها بحجج كافي وبالتالي الأخذ برأي مناصرها في هنا الها عادت على الناقض والمتمثلة في الفكرة الأخيرة وفي الأخير السلام عليكم